كان واحد المثال الذي يقول بمعنى آخر المعارك والحروب يتربحوا قبل ما نمشيوا لساحة المعركة يعني يتربحوا في الخطة العمل فى الستراتيج يعني كان الناس الذين يربحوا الحروب فان حتى يمشي لساحة المعركة عدد يوقفوا الجنو وعدد يقولوا كيف سنبدأه وكل من هاجمه وانا قلال وانا امتا سندافع وانا ما هو الطريقة اللي سنهجمه الناس الذين يربحوا الحروب كانوا تعدهم استراتيج كانوا يضعون خطة تعمل. ومع المرة تضعون في هذه الموضوع العدد من الناس الذين يتحاربون معهم كانوا يكونوا كثيراً. وخاقا كانوا يربحون علاج. كانوا موجودين في واحد استراتيجي إذا كان العدد من الناس الأخرين كبير مننا كيف ستعامل معهم. إذا كانت تحرير هذا الموضوع، كانوا يسمونه The Art of War. هو سيتان كلاسيك في الحروب. سيهتر على كيف الحروب وكيف الناس الذين يربحوا الحروب يتحاربون. الدخول BETHỏ واحدة عن كس liver strategy. بشكل مش苦 feels como أنا لست خسرِ من الر 1890 Sport. في الحروب وكيف سيتم تحديث عن الناس الأولى في مرتبة الناس. في الفيديو اليوم نضرب على الخطة وهالخطة كيفاش قد نوصل الاهداف ديالي من هنا للأخر ديال العام. من بعد مادة الفيديو ديال البارح جاءوني بزاف ديالكيستيون واحد القادية اللي كنت هضرت عليها. وهي الفرق ما بين وما بين نقدر نسميهم بوحد طريقة اخرى ليد اوبجيكتبس ولا ليد اوبجيكتبس بالنسبة ليد اوبجيكتبس هم واحد الاهداف اللي كنقدرون نمزرهم بالاستمرار يديالهم. وهنا فاش قلت مثلا الفيديو انك تمشي للناصر الخمسة المرات في السيمانة لمدة مثلا واحد العام هذي واحد اليد اوبجيكتبس يعني واحد الهدف اللي تقدر تميزوريه بالاستمرار يديالي. يعني قد نص مراتي فيه وكتديره كل نهار قد نمارك ناجح فيه. يعني واحد لاكسون اللي كتقدر تميزوري واش تديره كل نهار ولا لا مثلا خصي نكتب صفحة كل نهار. صافي كتتميزوري انك واش كل نهار كتدير هذه الصفحة. هذي هي الميزور ديالي. يعني بحالك تحسب وكت تعبر الاستمرار ليديالي. واش انت كتستمر في هذه اليد اوبجيكتبس. وهذه اصلا بحالك التي كتأثير لك وكتلك واش في الاخر غتيتوصل لهاك الـ transformational objective ولا الـ lag objectives. اللي غيطرة في الاخر يليالي. بحالمثلا الى كان الـ lag objective هو انك تكتب واحد الكتاب. فراه اليد اوبجيكتب هو انك تكتب صفحة كل نهار. يعني هذا اليد اوبجيكتب اللي هتفقى كل نهار. واش كتبت صفحة واش كتبت صفحة واش كتبت صفحة. إذا انت هذا اليد اوبجيكتب تتحققه ديما. في الاخر العام وانتك تكتب في ذلك الكتاب. ولا مثلا الافتدل انك بغي مثلا طيح 10 كيلو في عام كامل. هذا هو الـ lag objective. ذلك اليد اوبجيكتب سيكون انك تبقى التعبر كل شهر. ولا تبقى تحسب لي كالوريزيالك. ولكن انك تحسب لي كالوريزيالك. وتتعبر كل شهر. ستعرف رأسك واش في الاخر العام ستوصل. هذا غير الفرق ما بين اليد اوبجيكتب واللاك اوبجيكتب. اللاك اوبجيكتب يتبقى على الكثير من الحويج. ولا يمكن ان يطرد غيب الزربة. وكي تميزوري. سهل كي تميزوري. مثلا بحل الوزن في الاخر. ستتعبر رأسك. وتشاهد رأسك واش وصلت لي. ولكن كان الواحد الاكشن بالنسبة لكل واحد فيهم. سأعطيك واحد استراتيج. بالنسبة لليد اوبجيكتب اللي هو مثلا كيف قلت تريني خمسة مرات في السمانة ولا تجري ثلاثة مرات في السمانة ولا تكتب صفحة كل نهار ولا تقرأ مثلا من ساعة فهذا باش تحققه يعني باش تستمر فيه خاص ضروري تعلم كيفاش تكتسب العادة. حانس إلا تعلمت كيفاش تكتسب العادة راه ما غديش تحبس. غديش تبقى ديمك تديره. وهذا هو الهدف من ليد اوبجيكتب. هو أنك تبقى تديره. قد ما درشي بزاف وابقيت مواضب عليه. قد ما ركت فاليدي هذاك ليد اوبجيكتب. العكس ديال ليد اوبجيكتب. اللي احتال الأخر للعام عدد. فشك تقدر تلك الساعة تشكي. إلا بغيتي ليد اوبجيكتب تكون ناجح فيه. اللي خاصة تقوم بيجيكتب هو التعلم كيف تكسب العادة. وتبدأ بشوية بشوية تستطيع ليد اوبجيكتب. يعني ليس كامل ندقة واحدة. مثلا للي كان لديك ويجيكتب كتاب ويجيكتب تعلم ويجيكتب كتاب ويجيكتب تعلم المنجلة. بالعكس ويجيكتب غير بالواحد بالواحد. وحتى عود تاني في كل واحد فيهم لا تجيكتب اوبجيكتب ليد اوبجيكتب كل نهار. تجيك في تاميان 30 يوم ويجيكتب 9 يوم ويجيكتب في ثلاثين يوم فيه بعدها سوف أذهب 30 يوم سوف تطول انيعي عن 30 يوم في السالة بهم فهذا كان على أسلحت 30 يوم ويجيكتب 60 يوم ومن ثم قام بإمكانك نقوم بها وإذا كنت تنقوم بإمكانك سهل لأنه ممكن أن تزيد حتى ثلاثين يوم وإذا أوصلت الآن لديك الساعة لأقوم بإمكانك حانيا وإذا كنتتبBI بالفيديواهات لماذا بدأت المرأة لأولاك اللوح فيديو كل نهار فحطيت الأوبجيكتيف لول غير 30 يوم فجدرت 30 يوم وزدت 90 يوم، 90 يوم، 120 يوم، وهذا بحركة تبسط للدابة تقريبا 300 وزيادة وبالنسبة للمزور هو التراكي يعني كتبقى التراكي وجدرت لك حاجة كل نهار هذا بالنسبة لليد أوبجيكتيف بالنسبة للاك أوبجيكتيف وناخده مثلا بريتي الطيحة 10 كيلو فأول حاجة خاصة كتبير يجب أن تعرف رأسك كتبين يعني الأوبجيكتيف يعني أنا مثلا فيها 8 كيلو وبغيرت نطيح مثلا 10 كيلو يعني خاصة كتبين فيها 70 كيلو وماذا سوف نقلب على موديل؟ ضرورة من خاصة موديل يجب أن يكون داجا حتى هو داره يعني لا يوجد أي واحد يجب أن يكون داجا تزمن الأوبجيكتيف حتى لا تزمن الأوبجيكتيف إلا وعنده واحدة مثل 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 تزمن الأوبجيكتيف تزمن الأوبجيكتيف يعني حتى نطيح 10 كيلو يمكن أن يكون الأقصة مثل 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 ثلاثة مرة في السمانة أو ثلاثة مرة في السمانة يجب أن يحترم وكثير من الأقصة أخرين وهذا الموضوع الذي سأتعمل لي والشيء المهم بثلث يعني في المدة شهر شهرين كل شهر وأنا كنت تراكي ضرورة ما يجب أن نشاهل وكثير من الأول يعني شهر الأول نحصل نزل بكيلو أو نقص بكيلو وكثير من الأول لا تنقص هذا الكيلو أو لا تنقص لا يحتاج إلى الأخير لعام وعندما يفصل العام ومن غير هذا نستطيع أن نصور حتى الناس مثلا لنطورت يجب أن نتلقى مع الناس ثم نستطيع بشكل عام ويتم إرهد في إطلاح سأتعملها أو لا يشاهدوا وإذا لاحظوا أن الناس لو لاحتهم كثيرا وانت لا تباني لك أنك تأتعمل ولكن إلى الشعر من أكل ترين على الأقل سأتراك أولا التي ترينها هذا مهم فضلتك بشكل تراكي وهنا تراكي كل شهر لذلك هي المزان. يعني 12 مرة في العام سوف يتوقع التراكي بالبروغرس ذلك الـ Like Objective. لذلك هذا الشيء الذي كان في الفيديو اليوم إذا تريد أن تبحث في بعيد وتشوف وتكتشف الخطة للعمل كاملة دوء أزاد كيف تحدد واحد الهدف حتى كيف تحققه وكيف تحققه بشيء. وأنا أقول لك الميطود ديالي اللي أبليكي هذا العام في 2020. وكيف تحقق الأهداف ديالي في 2020. فرع لفرماسيون ديال التحدد لتحقيق أهداف 2021. ستجد لفرماسيون ديالي. ستجد لك العرض كامل وتقدر تتوز لك في الساعة وتتوزك الفرماسيون في الإيميل. وإن فتتوزك الإيميل ستجد لفرش فيها من المستقبل من يما أبغيتي وتبقى معك مادة الحياة. كيف قلت كل شيء في الهدف في الوصول ستجد لكي تجد لفرماسيون ديالي فيديو جديد. ترجمة نانسي قنقر